توصل أدولي الجزائري يوسف بالليلي إلى اتفاق مع إدارة ناديه الترجي التونسي للبقاء في النادي لموسم آخر قاطعا طريق أمام نادي بروج البلجيكي الذي عرض مبلغا ماليا كبيرا للتعاقد مع نجم الخضر وحسب ما أوردتها مختلف التقارير الصحفية التونسية فإن إدارة نادي باب السويقة التونسية متمسكة بيوسف بالليلي وترفض كل العروض التي وصلت للتعاقد مع اللعب